صل على النبختي وتعالي نملح السردين بأسهل طريقة تعال أختي بعد ما غسلت السردين أختي ونشفتي كويس زي ما هو كده شايف عمل إزاي؟ هتحضر أختي الملحة على الشطة فقط أي بهرات تانية لا السردين ما بيتملحش غير ببهرات دي وفي بورتمان خدت بالك من بورتمان دي أختي هتحطي كيسة زي ما انت شايفة كده وتحطي الأرضية الملحة والشطة أختي وبعد كده تحطي السردين ملحة وشطة سردين ملحة وشطة وهكذا أختي الغاية لما تخلصت كمية وفي ناس بتحط ورقة لوري تسحب الزفرة ممكن تحطي ورقة لور أختي بعد كده هنقفل الكيس ضغطي وبعد كده هنسيب وينزل ميته وملحه ويتملح براحته ودي الطريقة الصحيحة من غير أي هبد أجدادنا عملوها كده دي الطريقة من غير أي هبد ولا نقطع الراس ولا هنفتح السردين وقدامك حوالي سبع تيام أختي عشان تفتح عليه يلا أختي صلى عن نبي في الكومنتات إنجوه عليك